السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم حزائي المتدربين في فيديو جديد حول تعزيز التعلم المستمر بين المعلمين والمدربين والذي سوف نتاول في هذا الفيديو أليات تعزيز التعلم المستمر بين المعلمين والمدربين هل فكرت يوما من أنت بعد عشر سنوات أنت ما تعلمته أنت ما قرأته أنت التجارب الجديدة التي عشتها والأشخاص المختلفين الذين قضيت معهم أوقاتك وأثروا فيك وتعلمت منهم أنت حصيلت مجهودك وتعلمك المستمر وسعيك الدقوب كي تصبح أفضل في هذا الفيديو سوف نستعرض كيف يمكن تعزيز التعلم المستمر بين المعلمين والمدربين يمكن تعزيز التعلم المستمر بين المعلمين والمدربين من خلال الآتي أولاً إجراء التدريبات وجهاً لوجهاً وهي من أكثر الطرق شيوعاً لتوفير فرص التعلم المستمر وهي التدرب على المهارات اللازمة والحديثة التي تساهم في دعم التعلم المستمر ثانياً إجراءات التعلم عبر الإنترنت دي من أفضل الأساليب الشائعة الأخرى للتدريب عبر الإنترنت حيث يتيح للمعلمين إجراء تعليمهم في الوقت والمكان المناسبين لهم ويمكن أن يتناسب مع أعباء العمل ويمكن أن يكون خياراً فعالاً من حيث التكلفة ثالثاً برامج التوجيه وفيها يعمل أعضاء الفريق ذو الخبرة مع المعلمين الأحدث والأقل خبرة لنقل معارفهم وهذا يساعد على تطوير مهارات مهمة كما أنه يضمن الاحتفاظ بالمعرفة القيمة التي تم تعلمها من خلال سنوات من الخبرة رابعاً دعم التنمية الشخصية من خلال تشجيع المعلمين على البحث عن فرصهم الخاصة لترقية مهاراتهم فيشاركوا في فرص التعلم المستمر التي تساعدهم في بناء المعرفة المهنية والمهارات والتصرفات اللازمة لدورهم خمسة تدريب المعلمين على كيفية استخدام أدوات التكنولوجيا الأكثر فعيلية وكفاءة وتصميم ودعم البيئات الغنية بالتكنولوجيا والذي بدوره يؤدي إلى تحسين التدريس والتعلم من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية الأكثر فعيلية ستة دعم معرفة المعلمين للمحتوى المحدد في مجالات عملهم ودعم معرفة استراتيجيات التدريس القائمة على البحث والتي يحتاج المعلمون إلى استخدامها سبعة تشجيع المعلمين على وضع قائمة بالمحتوى والمهارات التربوية والتكنولوجية والمعرفة التي يحتاجون إلى بناءها تمانية تشجيع المعلمين على تحديد الأولويات وما المجالات والمهارات والمعرفة التي يريدون تطويرها رقم تسعة دعم المشاركة في تجارب التعلم التعاوني مع الزملاء الآخرين بما في ذلك مشاركة الموارد وأفضل ممارسات سواء رسمية أو غير رسمية شخصية أو افتراضية رقم عشرة الانخراط في التعلم المهني المستقل أو الشخصية مثل قراءة كتاب أو مجلة أو التحاق بدورات أو العمل مع مدربين آخرين أو المشاركة في مؤتمرات أو ورش عمل أو عدم الاكتفاء بالمعرفة النظرية وبهذا قد استعرضنا سويا آليات التعزيز المستمر بين المعلمين والمدربين شكرا لكم على الحسن استماعكم والآن دعونا ننتقل إلى فيديو جديد بعنوان أهمية العمل التعاوني في التعليم المستمر اشتركوا في القناة